السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله اللي بعتلي بيقولولي ان الاهل السعودي اتظلم تحكميا قدام الهلال السعودي اولا احنا في قناتنا البسيطة دي المتواضعة بنتكلم عن نواحي الفنية والتكتكية وقولك مين اللي اعلى فنيا واعلى تكتكيا ومين رايح فين وجاي منين وما يحتاجه اي فريق في الدور السعودي او في اي فريق حسب الاسئلة اللي انا بتجيلي بمارود الله بجاوب عليها حتة التحكيم انا مش حكم ولا خصم اي حد في الدور السعودي او خارج الدور السعودي لكن عايز اقول جملتين انا طرقت على نهائي كاس السوبر المصري ما بين الاهل المصري والزمالك المصري الاهل المصري جات له كورة اكرم توفيق شاطها على الجون وتدخل ملمسي يعني يمكن رجل اللاعب بتاع الاهلي وحش رجله والفار طلع كورة وحسبها ضرب الجزاء بعد ما تشاطط ومسيكها محمد عواد واتحسبت ضرب الجزاء التدخل بتاع مدافع نادي الاهل السعودي على لاعب الهلال السعودي ملكم كان اعرف بكتير جدا من التدخل بتاع لعب الزمالك على اكرم توفيق فمن هنا وتحسب دي ده تحسب ضرب الجزاء ودي تحسب ضرب الجزاء القانون بيقول ويه يرجع للقانون ونشوف القانون بيقول دي ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء تمام كده تاني حاجة انا لما بجي اتكلم معك بتكلم معك في الامكانيات قلتلك الاهل السعودي لعب مطش او شوط اولاني بشكل ممتاز امام الاهل السعودي الهلال او جيسوس عنده اخطاء في بداية التشكيل في الشوط الاولاني الشوط التاني فيه طفال طبعا هيحصل وفيه امكانيات بدنية عالية جدا عند الهلال لازم الاهل يشتغل بدنيا لان الاهل بكل صدق وكل اقول لك ايه عنده مشاكل بدنية عالية جدا الاهل السعودي ضايع هذا الموسم بسبب المدير الفني وان كان المدير الفني ماتيوز ياسيلا امام الهلال عمل مباراة كبيرة جدا عمل شكل تكتيك كويس افل مفاتيح لعب الهلال في الشوط الاولاني منع ان الهلال يوصل بشكل كتير جدا لمرمى النادي الاهلي ده في الشوط الاولاني رغم ان الهلال برضو وصل وكان فيه كرة يعني اتشلت من على حرف ايه من على خط المرمى ولكن عمل شغل جمهور الاهلي عمل شغل اكتر من المدير الفني جمهور الاهلي عمل شغل اكتر من المدير الفني لكن الشوط التاني الدهية جيسوس واقف على الخط راجل بيذاكر هعمل ايه وهحل ايه وهحط نقط فين لفين للنقط اللي افلها لي ماتيوز ياسيلا ماتيوز ياسيلا بقى عايش في مية البطيق وعايش على ان الموضرها هتمشي على مزاجه على وطيرة واحدة لا انت فين التطور انت عارف ان المدير الفني اللي قدامك هيغير وهيعمل تشكيل جديد انت اشتغل صح لكن حتت بقى ان انت تقول لي الاخطاء التحكمية في الاول وفي الاخر دي مش بتاعتي الاخطاء التحكمية دي مش بتاعتي لما يكون فيه كور بتكون واضحة قوي ممكن اتكلم معك فيها لكن القانون بيقول ايه انا شايف تدخل عنيف على ملكم ملكم شات القور اقولك شات القور هل اللاعب المدافع تدخلوا اثر على ان ملكم ما يصوبش صح القانون بيقول ان الكورة في التدخل العنيف ده داخل المنطقة في حالة اللعب الكورة تسحب ضرب الجزاء دي بتاعت القوانين والحكام هم اللي تكلموا فيها بشكل أدبر من كده لكن الأهل هيستحق انه هو مثلا يعمل نتيجة قدام الهلال هو عمل بالفعل نتيجة كون ان انت تطلع اثنين واحد في الامكانيات اللي فيها الهلال في الفترة الحالية فده يعني شغل كبير جدا من نادي الأهل السعودي شغل كبير جدا النتيجة كان ممكن تطلع تعادل الهلال عمل طفان بعد ديئة ستين على النادي الأهل السعودي طفان اعصار دينصور أجب ما كنت مش قادر تمشي قصاده الفرق الامكانيات اللي أنا أقدر أقوله لك وهنا احنا بنشرح بوصف تفصيلي للأداء والامكانيات بقولك ان الأهل يشتغل صح الأهل يحاول يوصل لمعدل بدني كويس جدا وكل الأندية السعودية فيه فرق كبير جدا ما بين المعدل البدن عند نادي الهلال وباقي الأندية اشتغلوا صح وعشان توصلوا يبقى فيه منافسة المنافسة بشكل كبير جدا مش موجودة مع الهلال كل الفرق بتنفس نفسيها والهلال بينفس نفسه حتة الأخطاء التحكمية مش بتاعتك يا جماعة مش بتاعتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة